تخيلوا بقى ان اللي كان بيديربوا فيه النادي الاهلي وراحة الاعضاء كان الامير اسماعيل داود النادي دا يا جماعة ما كبرش من فراغ نادي بنا كبرات مصر الوطنيين عشان الطلبة والموظفين ما عملوهوش ابدا لنفسهم لا حطوا اساس ونظام ونفذوه وكانوا قدوة بتوضعهم علموا الاعضاء معنى الادارة عمليا مش بالكلام ربكوادر قادة الرياضة المصرية بعد كده ومن ضمن الافكار الادارية اللي تم تنفذها عام 1921 فكرة جات في تقرير حالة النادي عن عام 21 واللي ألقى سكرتير النادي فؤاد بيك أبازة بالجامعية العمومية يوم 20 يناير 1922 فقال ايه في الاجتماع؟ في الاجتماع الاول للجنة التنفيذية الحالية وكان ذلك بالتاريخ 11 ديسمبر 1920 أعدنا النظر في إضاح مبدأ سبق اقتراحه على اللجنة التنفيذية في 15 أكتوبر 1920 يقضي بأن كل فريق من فرق الألعاب بالنادي ينتخب لجنة منه لتسيير أعمالها وتضم اللجنة التنفيذية عضوا يمثلها بكل لجنة من هذه اللجان وتقوم كل لجنة بانتخاب سكرتيرها الذي يكون مسؤولا أمام سكرتير النادي عن أعمال لجنته ويكون سكرتير النادي عضوا في جميع اللجان بحكم وظيفته وقد وجدنا عمليا أن هذه الخطة أفادت كثيرا إذ كل جماعة من جماعات الألعاب كالكرة والتنس وخلافه تعمل لترقية فريقها وتنشيطها وإدارة مباراتها ده كان أسلوب جديد للإدارة وتربية للكوادر والقيادات كل فريق يختار سكرتيره اللي حيكون مسؤول أمام سكرتير النادي وزي ما احنا عارفين سكرتير النادي يعني مديره التنفيذي وسكرتير الفريق يعني كده زي مدير الكرة في الأيام دي كان اختيار سكرتير الكرة أو أي لعبة بيكون من أفراد الفريق نفسه وبيختاروا سكرتير النادي طب ليه الفريق نفسه ما يختارش من يمثله من داخله الطريقة دي أفضل لأن سكرتير النادي صعب يكون على علم بقدرات أفراد الفريق الإدارية ليه ما نسبش التجربة تطلع لنا كوادر أكيد أفراد كل فريق لما يختاروا سكرتير للفريق حيكون الشخص الأقرب ليهم المنظم صحب الشخصية ممكن يغلطوا مرة ويختاروا سكرتير بيحبوه لكن مش إداري لكن مؤكد التجربة حتخليهم يجيبوا حد شخصيته قوية يقدر يدير الفريق ويتعلم إدارة من كبار قيادات النادي ويبقى كادر إداري بعد كده وبعد ما أصبح في كوادر إدارية ما بقى السكرتير الفريق من لعبيه لأن مع دخول المسابقات وتعددها بعد تأسيس التحدات لللعبات المختلفة زادت المهام الإدارية وأصبحت تحتاج لسكرتير متفرغ عشان اللعيبة تتفرغ وتركز في المباريات وبقى اختيار سكرتير كل فريق من الكوادر اللي تعلمت إدارة وشافت فيها إدارة النادي سمات شخصية تقدر تعتمد عليها يعني مثلا في الوقت ده كان اللعبتين الأكثر إقبالا وشعبية كرة القدم والتنس لما نستعرض الأسماء اللي كانت فيهم وأصبحت كوادر في الأهلي وفي الرياضة المصرية هنلاقي مين الكوادر اللي خرجت من كرة القدم وأصبحت من قيادات الرياضة والأهلي أحمد فؤاد أنور وفكري أبازة وفؤاد أبازة ورياض شوقي ومحمد مدكور كل دول لعبوا في فريق كرة القدم بالنادي وبعدها أصبحوا قيادات ومنهم اللي تدرج في مجلس إدارة النادي قاعدوا وبعدين وصل لمنصب وكيل النادي زي أحمد فؤاد أنور وفؤاد أبازة ومحمد مدكور وفكري أبازة ورياض شوقي اللي تولى منصب أمين السندوق لفترة طويل وعلى مستوى الاتحادات كان أحمد فؤاد أنور وفؤاد أبازة ورياض شوقي من كبار قيادات اتحاد الكرة منذ تأسيسه كمان حنلاقي إن اللجنة التنفيذية للنادي ضمت من الرعيل الأول اللي لعب كرة القدم زاكي سري وحسين حجازي وأحمد مختار وحسين البابلي وكامل طه ومحمود أبازة والسيد أبازة وإبراهيم فاهمي ومحمود مختار سقر وغيرهم وغيرهم وفي التنس كان بهجة الشرباجي بهجة الشرباجي بيعتبر أبو لعبة التنس في الأهلي بدأ مع افتتاح النادي الأهلي لاعب وبعدين بقى سكرتير للعبة التنس سنة 1913 وعضو اللجنة التنفيذية بالنادي وبعدها بقى أحد قيادات اتحاد التنس بعد تأسيسه منهج إدارات الأهلي المختلفة في تربية القيادات والكوادر استمر عبر سنوات طويلة منذ تأسيسه والحد النهاردة هنلاقي في كل جيل من أجيال الفرق الرياضية المختلفة لاعبين توسمت فيهم إدارة النادي سمات القيادة فشجعتهم ودربتهم الأول يبقى سكرتير للفريق اللي كان بيلعب فيه نجح ممكن يتم تصعيده لمنصب أكبر المدرسة دي خرجت رؤساء اتحادات عالمية زي عبد المنعم واهبي رئيس الاتحاد الدولي للسلة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعمر علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة كمان تولى بعد قياداته منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية زي الأمير إسماعيل داود ومحمد طهر باشا وعبد المنعم واهبي وعبد العظيم العاشري وتولى عبد العزيز الشافعي منصب رئيس جهاز الرياضة وخرجت رؤساء اتحادات رياضية مصرية مختلفة